صباح الخير صباح الخير اليوم وأمس وغدا وكل يوم للقاهرة صباح الخير للوجوه التي كانت بالأمس حاضرة لسامح عشور رجل القانون والناصري الأصيل يصدح بالصوت والله زمن يسلاحي لحمدين صباحي وهنا دمشق من القاهرة أخلي السلاح صاحي صباح الخير لأول الغيث والقطرة الأولى لأنبى الأقباط وإمام الأزهر صرخة معلولة صباح الخير لعبد الحكيم جمال عبد الناصر اليوم تخرج وراءه قاهرة المعز والناصر من صلاح الدين إلى عبد الناصر إقليمنا الشمالي ينادي وقاهرتاه هل من ناصر ينصرني كصرخة الحسين في كربلاء والنصر اللي هز الدني دمشق تواجه الغزوة كما واجهت التتار والمغول والفرنجة وتلاعب الموت وتنتظر الصوت من بغداد إلى طنجة لكن يبقى الصوت صوت القاهرة كل العالم سيحسبها جيداً عندما يعلو صوت القاهرة القاهرة عاصمة العروبة ودمشق قلبها النابد القاهرة ستصنع الأعجوبة والشام قابضة على المرابد في القاهرة ستعتسم في الميادين الملايين والقلوب مقابض القاهرة هي اليوم المعتصم والقاهرة اليوم هي العاصم والقاهرة اليوم هي كل العواصم كل الدنيا ستقرر حربها ودربها على بوصلة القاهرة فالشرق كله يصير هذه الأيام قاهرة عيونه ساهرة سيوف شاهرة إن نامت القاهرة صار العدوان في الدار وإن نهضت القاهرة واستلت سيفها قبل أن يبدأ العدوان صار الانتصار القاهرة تستنفر أعصابها وتشتد فيها الهمم وفي القاهرة قمم تنافس القمم إمام الأزهر الشريف شيخنا أحمد الطيب قامة لا تعلو عليها في الإسلام منزلة ولا علم ولا قيمة من غيرها للفتاوي لا أعور الدجال السعودي ولا القطري المسعود القرضاوي الأزهر يفتي فيخشع المسلمون سجودا الأزهر في العلم قبل العلم كان موجودا وحبل الإيمان والدين للسماء ممدودا الأزهر قال هذا حرام وهذا حلال الأزهر قال الشام أمنا ومنها نستمد الغلال والظلال والمقال الأزهر قال العدوان مذموم ودعاته قد خانوا والأزهر قال أن الجهاد ضد المعتدين واجب لرجال وما هانوا أهل الشام صاروا الأزهريين وليس من في الجامعة قد اجتمعوا ليس مهما ما قالوا وليس ذي قيمة ما جمعوا سعود المتسعد نهتزازا ونبيل الإسم وضيع النفس والقطري اللئيم المهم ما قاله عبد الحكيم ابن الزعيم جمال أنه آن الأوان لتغيير هذا المسخ العجيب وأن يكون للجامعة أمين نبيل نجيب وأن مصر تخجل بأن يحسب عليها كواحد من أبنائها وأن مصر تنظف ثوبها من أوساخ النفط الأسود وتعيد الترميم في بنائها المهم أننا استعدنا النبض والروح في الناصريين عادت صباحياتنا وصباحاتنا مع حمدين عاد صوته وعاد الحنين عاد نبضه وسلاحه الصاحي عاد سامح العشور وعادت الأصوات الهادرة وغدا إلى السفارة الأميركية ستخرج كل القاهرة عاد الصبح وغدا إلى السفارة الأميركية ستخرج كل القاهرة عاد الصبح صبح والليل صار ليال ساهرة يوصل الليل بالنهار وتبقى صرخة الميادين تبقى الملايين تبقى صرخة الحق الناصرة وتبقى الكلمة الناطرة والكلمة الحاضرة والكلمة الشاهرة والكلمة الناظرة والكلمة السافرة والكلمة النافرة كلمة القاهرة فاسمعوا أيها الغزاة هذا الدم في الشام دمي وهذا الاسم اسمي وهذا العلم علمي وهذا الرسم رسمي وهذا الجسم جسمي فلن تنتظر القاهرة أن تهان الشام أو تذل ولن تخفض للغرب جناحا وبالنفط جناحها يبتل قاهرة العز والمعز ستلبس ثوب النزال والقتال والأبطال والرجال وأول الرجال جمال وبعده جول جمال من دمشق هنا القاهرة هكذا كان الصوت المدوي وترد القاهرة من القاهرة هنا دمشق وشوقي يقول هذا كتاب العشق سلام من صبابرد أرق ودمع لا يكفكف يا دمشق يوم ميسلون من ورائه قلناها واليوم يوم الشهادة والسيادة والريادة والقيادة والقتال صار عبادة اليوم نقول سلام لحمات الديار موسيقى المرابض والأسد والشام قلب العروبة النابض القاهرة اليوم والأمس وغدا وكل يوم من اليوم توقفت في عقولنا ساعة النوم وسهراتنا حتى الصباح وفي كل ساح يحضر نوع من السلاح سلاح الناس وسلاح الكنائس الأجراس وسلاح المآذن تكبيرة الصباح وسلاح المقاومين أشرف الناس وأشرف السلاح وسلاح الحماة يحمي كل السلاح صباح الخير للسلاح صباح الخير للقائد الجراح الجراح في العيون التي لا ترى وأعمت بصيرتها الغطرصة ستصحح عيونكم جراحة تؤلم بيد طبيب قائد لا يهاب الوراء ترون بعدها حروبكم المفلسة صباح الخير لأشرف السادة وسيد القادة يشحذ السلاح ويستعد للمنازلة بتقوى ورقوى وخيرة مسبحة وتلاوة القرآن وثلة الفرسان يمسك منكم المصير فتقفون للمساءلة نصره من الله ولكم من فوهة البنادق الهزيمة له من الله العزم ولكم منه ساعة الموت السقيمة لكم الهوان وله العزيمة ولكم ترتد كل الخطط اللئيمة له من السلام ولكم الموت الزؤام هنا دمشق من القاهرة حماة الديار عليكم سلام صباح الخير ناطرة على الشفاه الصابرة صباح الخير لدمشق والقاهرة ناصر قنديل ناصر قنديل ناصر قنديل ناصر قنديل ناصر قنديل ناصر قنديل